السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم إكرام من قناة دروس إكرام التعليمية فيديو اليوم عبارة عن الفرض الأول في مادة العلوم الطبيعية للسنة الرابعة متوسط لنبدأ على بركة الله بفيديونا لليوم الوضعية الأولى قصد تتعرف على مكونات الدم ودورها في النقل قدمت لك الوثيقة التالية التعليمات تعرف على البيانات المرقمة يعني تسميهم ما هو دور كل عنصر من العناصر المرقمة دور تاكل عنصر تتعطيه له إشرح دور العنصر الثلاثة موضح ذلك بمعادلات هذا هو الوضعية الثانية بسبب مرض هضمي خطير أصيب طفل في مذ سنك تم بعملية جراحية استئصال بين قصي النزع 50% من أحد أعضاء الأمو بالهضمي لهذا الطفل الأمر الذي تطلب الاستعانة بحقن مغضية في وجباته الغذائية السندات المقترحة تقدم لك فكرة عن العضو المستأصل السندات المكونات مكونات الكيموس على مستوى المعيدة الغلوكوز في 1 لتر من الدم الصادر عن المعيدة الدقيقة موضيات أخرى في 1 لتر من الدم الصادر عن المعيدة الدقيقة عدد الزغابات المعاوية ماء أملاح مادنية فيتامينات سكر شعير بيبتيدات وسيليلوس 6 جرام على اللتر 40 جرام على اللتر حوالي 10 مليون هذا بالنسبة للطفل العادي في الطفل المريض ماء أملاح مادنية فيتامينات سكر شعير بيبتيدات وسيليلوس 1.5 جرام على اللتر 20 جرام على اللتر حوالي 5 مليون يعني هذا كل نصف من هذا اللي ينتج الحالة الطبيعية جهاز الهضمي عند الإسلام الحقن الوريدي للمغضيات التغذية الوريدية عقب خضوع المرض لعملية جراحية أو حين إصابته بمرض خضير يمكن الاستمرار في التغذية الطبيعية أمرا ممكنا دائما على الرغم من أن الجسم يحتاج دائما للمغضيات ففي هذه الحالة يلجأ الطبيب لحل مدين تمثل في حقن محلول متوازن من المغضيات في دم المريض مباشرة النص يوضح الحقن الوريدي للمغضيات التعليمية التعليم بالاعتماد عن السياق والسندات ومكتسباتك استنتج العضو المستقصل معلنا إجابتك برر العلاقة بين استمال الحقن المغضية والعضو المستقصل هذا هو السيجي الإجابة النموذجية ستكون كالتالي التعرف على البيانات المرقمة 1 كرية دموية بيضاء 2 صفائح دموية 3 كريات دموية حمراء 4 مصورة الدم دور كل عنصر من العناصر 1 الدفاع عن الجسم بين قوسين دور مناعي 2 تخطر الدم أثناء حدود نزيف 3 نقل الغازات التنفسية 3 نقل المغضيات والفضلات إذن هذو هما شرح دور العناصر ثلاثة تأقل كريات الدم الحمراء الغازات التنفسية وذلك بارتباط الغازات مع بروتيل هيموغلوبين المتواجد في الدم وبالضبط في كريات الدم الحمراء حيث يعطي لها لونة الأحمر وذلك وفقا للمعادلة التالية عندك الهيدروجلوبين ثاني الأكسجين دم مؤكسج أكسي هيدروجلوبين ويأخذ الدم في وجود أو سيد لونا فاتحا وذلك بسبب تغيير لون الهيموغلوبين عند تثبيته لسيو دو في الكريات الحمراء الهيروغلوبين أشبي زائثاني أكسيد الكربون دم ميكروبين كرو ميوغلوبين يمثل دور الكريات الدموية الحمراء في نقل الغازات النفسية أو دو سيود إذن حسب السياق أصيب عمر بمرض الخطير في جهازه الهضمي واحد العضو المستصل هو جزء من المعي الدقيق التعليل من السند اثنان كمية المغاضيات الصدرة من الدم عن المعي دقيقة قليلة قليلة جدا عند الطفل المريض مقارنة بالعادي عدد الزغابات المعوية عند الطفل المريض خمسة مليون نصف عددها عند الشخص العادي عشر مليون دللة على نقص في طول المعي الدقيقة إذن عملية الامتصاص المعوي عند عمره قليلة عشرين قرام في اللتر بالمقارنة مع الحالة الطبيعية خمسين جرام في اللتر سند واحد العلاقة بين استقصال المعي الدقيق والحقن عن المغضية دور المعي هو انتقال المغضيات منه إلى الدم عن طريق ما يعرف بالامتصاص المعوي والذي مقره الزغابات المعوية استقصال جزء من المعي الدقيق معناه نقص في عملية الامتصاص نقص انتقال المغضيات إلى الدم أي استفادة ضعيفة أما الحقن المغضية تحقن مباشرة في الدم وهي تحتوي مغضيات جاهزة للاستعمال المباشر استفدت مباشرة وسريعة لا يكون الاستمرار في التغذية عند عمر كما بيّنه السند واحد إذا إن الزغابات المعوية قليلة مما أدى إلى نقص ساحة الامتصاص على الرغم أن العضوية تحتاج إلى جميع المغضيات في هذه الحالة يزود عمر بالحقن المغضية وبهذا يكون فيديونا لليوم قد انتهى نرجو حسنا المتابعة والإصغاء قبل نهاية الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب واشتراك في قناتي الثانية إكرام تيوب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السلامة نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله أي حاجة مفهمتهاش أو أي سؤال تحسنت تطرحوه خليواهلي في الكومنتر أنا راح نجاوب عليه باي